يجيني سؤال يقول لك تعقيبا على كلامك يقول لك حسان نفس المنطقة كريم دولون كان نجم ينتبق على مثلا حسام البدري انه في تصريحاته كان تصريحاته كان قزم فيها النادي سفيقسي ومسؤوليه صحيح صحيح ماذا يقزم لا 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 ما يقزم حد النادي سفيقسي أنا احكي لك الجمهور ماذا يقول مسارش مسارش عاني جاوبك علي حسام البدري قعدت انا وياه حسين ناصر البدوي ومش لمناه لانه بتحط في بلاستو وتذر في الاجتماع وبدأ يحكي بلغتانا مقصدتش هيك ومقصدتش هيك وما اذا ذلك حتى شماع لي فاتت لقصديق كلام القاله في ال فيديوان وكان قال نعتذر ونحترم مسؤوليه النادي سفيقسي ونا لا نقصدش وما نقصدش حسين بدري العقد متاعو ينتهي موفق شهر سبتمبر اخر سبتمبر مع امكانية التجديد هو يقول لي حبي سيري شانا هان ثم عقد من مواقع بيني وبين العقد ينتهي اخر سبتمبر وحسين بدري فلوس ومخالص حتى الموفق اوت ما زاله شهر بعد شهر مش خالص فقط كان شهر سبتمبر جيه شفت نحكيه على كريدي بيليتي ونحكيه على غيره راو في بعض الاحيان القينا روحنا كون معنى حسين بدري لا الطالب انت دابات زادة حسين بدري يجي غدوة يجي بعض غدوة عنده فريق يتفضل يكمل البطورة العربية هذا الاتفاق الاخير اللي صار هذه اخر قاعدة صارت معه يكمل البطولة العربية وبعد يقعد مع الهيئة المديرة واضول اجتماعها كي مش يواصل ولا مش يوفى التعاقدم يقول نطلب تدعيم تدعيم ودعم محتاج تدعيمات يزيد يخرج لو محمد كانت يقبل البطولة العربية ويجي فقط واضح ازاي دي الى حد الان اقبل البطولة العربية فبالتالي حتى مستقبل حسين البدري الاسبوع القادم مش يوين لي محل نقاش بحقيقة مع انت هذا هذا الواقع هذا كونستاء مع انت سولون قاعدوش وانت نحكيه فكلام باش ان نبدا ان نغلطوه العرب اليوم النادي اسفيقسي كان يحب يمشي لبعيد في البطولة العربية لابد من تدعيم الفريق احقاق الى الحق اليوم معانا ييفكتيف عانا برشة مشاكل معنتها فنية لابد من تدعيم حتى الملعبية اللي عندهم امكانيات مهمة بالنسبة والنادي اسفيقسي واذيها واقع مش اليوم اللي واحد بش نحكيه حاجة مش في الدنيا وردية لكن لابد اليوم إن شاء الله يجي نهر لحد فما رئيس لجنة السيرية فما هي قائمة الذات لابد تحاول تحكي معاه وتشوف شنو الحلول في المرحلة الجاية